موسيقى موسيقى تشاركونا في سؤال حلقتنا النهاردة سؤالنا النهاردة بيقول رأيك إيه في أداء المنتخب في أول مباراة ليه تحت قيادة أجاري تشاركونا على صفحات البرنامج على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام موسيقى موسيقى أكتب العادة بأهم عنوين حلقتنا النهاردة موسيقى اليوم آخر موعد للتلقي المقترحات حول مشروع لائحة النظام الأساسي بالأهلي موسيقى بغدا ناعتماد كل الملاحظات على اللائحة موسيقى الخطيب يطالب الأعضاء بحضور تاريخي يوم 28 سبتمبر موسيقى طائرة خاصة لنقل الأهلي لغينيا موسيقى منتخبنا أجمل بالخلطة المكسيكية موسيقى أزمة صلاح تطارد راموس في إنجلترا موسيقى موسيقى طبعاً البداية دايماً بتكون بأهم الكلام اللي تنشر على الجرائد عن الندي الأهلي موسيقى المساء الخطيب اللائحة الجديدة ضمن برنامج عائلة الأهلي واعتماد الملاحظات غداً موسيقى أخبار الرياضة الشباب الجماهير الأعضاء على رأس الأولويات الأهلي يسطر تاريخ جديد بلائحة المستقبل موسيقى الشروق 1600 اقتراح بخصوص لائحة الأهلي على مائدة مجلس الإدارة الخطيب عمومية 28 سبتمبر الحالي تحدي كبير رافض فتح باب عضوية مدينة نصر ومرتجي اقتراحات الأعضاء تضمنت 30 مادة موسيقى الأخبار غداً مجلس الأهلي يعتمد توصيات اللجنة المركزية لإعداد دستور الأهلي موسيقى المصر اليوم الخطيب يطالب الأعضاء بحضور تاريخي لوضع دستور الأهلي موسيقى الوافد مرتجي يشيد بمشروع اللائحة الجديدة الأهلي يرفض فتح العضويات بفرعة مدينة نصر ويترقب بزيادة وفد الأولمبية اليوم أو زيارة وفد الأولمبية موسيقى روز اليوسف الأهلي يبدأ حلم استعادة الأميرة الأفريقية بطائرة خاصة لغنيا موسيقى المصر اليوم الأهلي يبحث الصفر بطائرة خاصة لغنيا الألام تعاود أجيير وبيع جهز للمباريات وبرنامج تدريبي خاص لأزارو موسيقى المسا من أجل تخطي الحرية الغيني كارتيرون يرفع معنويات أزارو المدير الفني للأهلي طلب من مهاجمه عدم التأثر لغيابه عن صفوف منتخب بلاده موسيقى الأخبار المساعي كارتيرون ينتظر اكتمال صفوف الأهلي المدير الفني يطمئن على أزارو قياسات بدنية لللاعبين استعادادا لهوريا كوناكري موسيقى أخبار الرياضة بعد فضيحة نور الدين المجلس يوضح البيان لمنع التجاوزات في حق الأهلي وجماهيره لم نستخدم لغة التهديد وأهلا بالأجانب موسيقى تابعنا معاكم أهم منشطات الجرائد التي كتبت عن النادي الأهلي من المبارح لحد النهاردة دلوقتي بقى هنروح نشوف معاكم أهم الأخبار التي كتبت عن النادي الأهلي بس تعالى المواقع الإلكترونية موسيقى موسيقى اليوم السابع موسيقى موسيقى يوسف ينتظر تقرير عدلي عن غنية قبل رحلة الأهلي موسيقى الشروق الأهلي يسافر بطائرة خاصة لمواجهة هوريا كوناكري موسيقى أخبار اليوم أجاية والسولية يواصلان تنفيذ البرنامج التأهلي الشروق ميدو جابر يثير الشكوك في مران الأهلي تعالوا بقى نشوف معاكم أبرز وأهم اللي تقال في أخبار نهاردة هنبتدي معاكم من الوطن سبورت اللي كتبت إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيم هيعمل اجتماع مهم جدا عشان يعتمد فيه تعديلات على مشروع لحة النظام الأساسي بعد دراستها وده عشان يعتمدوا الصيغة النهائية للليحة وبعد كده هيتم عرض الليحة بعد الاعتماد على الأعضاء في الشكل النهائي قبل التصويت عليها إن شاء الله في اجتماع الجماعية العمومية الغير عادية المقرر إن هي تكون يوم 28 سبتمبر الحالي كمان اليوم استبع كتب إن محمود الخطيم رئيس النادي الأهلي عمل اتصالات مع الجهات الأمنية عشان نينق المباراة لتريق قصاد هرية كوناكر الغيني المقرر لها يوم 22 سبتمبر الجاري في إياب دور التمانية لمطور الدوري أبطال أفريقيا لملعب السلام وطبعا اتحرك مجلس إدارة النادي الأهلي بناء على طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي عشان يعمل المباريات في ملعب السلام عشان يقدر الجمهور إن هو يكون موجود مع النادي الأهلي في مبارياته كمان موقع فيتو كتب إن محمد يوسف المدرب العام واللي بيقوم دلوقتي بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي مستني استلام تقرير شامل من سامير عادلي المدير الإداري عن رحلة غينيا وده قبل سفر بعتة النادي الأهلي خلال الساعات اللي جاية عشان يقدر يواجه هناك ورايا كوناكر الغيني سامير عادلي كان سافر قبل كده الغينيا يوم الحد اللي فيت عشان يرتب إقامة البعثة ويتطمن على الملاعب الخاصة بالتدريبات واللي انتقلات وكمان تأمين البعثة كمان الشروء كتبت إن بعتة النادي الأهلي هتسافر إن شاء الله لغينيا بطيارة خاصة عشان يوفروا عامل الوقت بتستغرق الرحلة العادية بالطيران العادي 16 ساعة وكمان فيها ترانزيت مرتين لكن بالنسبة للطيارة الخاصة فأكيد هتوفر وقت كبير يمكن نصف المدة وده طبعا هيكون أفضل وأحسن لفريق النادي الأهلي عشان طبعا اللعيبة يتفادوا الإرهاق هناك ويقدروا يستعدوا لمباراة العودة طيب كمان نرجع مرة تانية لليوم السبع ويوم السبع كتب عن تدريب النهاردة قال إن وليد أزارو شارك في التدريبات الجماعية صباح النهاردة استعدادا لمواجدة هوريا كوناكر الغيني يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أزارو كان شارك في جزء من تمرين إمبارح وبعد كده استكمل تدريبه في الجم قبل ما ينتظم النهاردة في التمرين عشان يأكد إنه هو جاهز وكمان بالنسبة لعمار حمدي فشارك في التدريب النهاردة بعد ما تعافى من الشكوى اللي كانت عنده كادمة قوية في القدم وطبعا بسببها خرج إمبارح من التدريب قبل ما ينتهي بالنسبة للأهرام سبورت فكتبت إن رامي ربيعة مدافع النيدي الأهلي خضع لبرنامج بدني مكثف على هامش تمرين الفريق اللي أقيم الصبح النهاردة ربيعة قد تدريبه منفرد في الجم وفي ملعب التتش تحت قيادة ليند من مخطط الأحمال وطارع عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنسبة لموقع أخبار اليوم فكتب إن ثنائي عمر السولية وجونيور أجاية بيواصلوا تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيل الخاص بهم عشان يرجعوا مرة تانية للمشاركة في التدريبات الجماعية أدت ثنائي النهاردة جلسة في الجم تحت إشراف طارع عبدالعزيز أخصائي التأهيل في النيدي الأهلي الشروع كمان قالت إن ميدو جابر جناح فريق النيدي الأهلي تخلف عن المشاركة في تمرين النهاردة الصبح في إطار الاستعداد للقاء هوريا كوناكر الغيني في ذهاب دوري أو دور التمانية لدوري أبطال أفريقيا استمر غياب ميدو عن التدريب الجماعي وابتفى بس أداء تدريبات تأهيلية في صالة الجم النهاردة كمان عشان نعرف تفاصيل أكتر عن تدريبات النيدي الأهلي بينضم لنا دلوقتي زميلنا فاروق صلاح مراسل قناة النيدي الأهلي نعرف منه أكتر عن كواليس التدريبات النهاردة مساء الخير عليك نسأل نور عليك زميلة أشيما وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة خناة النيدي الأهلي في كل مكان عايزين نعرف منك بقى تفاصيل تدريب النهاردة إزاي وتمنى طبعا على حالة المصابين في نادي الأهلي طيب نبدأ بالمران النهاردة الممران يبتدأ في تمام الساعة بتا ساعة صباحا نبتدأ بمحاضرة في وسط الملعب نستر باترس كارترون والكاكتر محمد يوسيف اتتلموا مع العاديين في وسط الملعب لبعض الأمور الفنية الخاصة في حرية كونكري منتظر مقابلته مع النادي الأهلي إن شاء الله يوم 14 ثم بدأت فترة الإحماء لمدة 25 دقيقة بدون كرة ثم فترة الإحماء بالكرة لمدة 20 دقيقة ثم بدأ النادي الأهلي الوحدات التدريبية تأسم لتلات مجموعات مربعات اثنين ضد ثمانية والفقرة دي والخصوص تقلق فيها الكابتر من محمد يوسيف اللي شارك العاديين في هذا المران وكان مطالب جدا ثم الفقرة الرئيسية وواضح إن ممطر باترس كارترون ملم وعلى علمان تام بفريق حرية كونكري وهو واحد من الفرق اللي بيجيد اللعب على مصادة التسلل الفقرة الرئيسية كانت عبارة عن وحدات تدريبية لكيفية ضرب مصادة التسلل وكاس ركاية المصادة التسلل اللي بيجيدها في طريق حرية كونكري سواء عن طريق العمق أو عن طريق أطراف يعني في بعض الأمور الثانية حضرتك عشر مشان نقدر نقود فيها بطفاصيل أكتر خاصة بالمباراة لكن هو الأمر كله والتفاصيل الوحدة الرئيسية كانت عبارة عن الوحدات لكاسر مصادة التسلل اللي بيجيدها في طريق حرية كونكري عن طريق العمق وعن طريق أطراف المعب ثم اختتم المران بفقرة تزديد على المرمى وتقلق فيها بشدة حريسي الشباب مصطفى شبير وإحمد طارق سليمان أيضا كان ننضم النهاردة للتدريب للنادي الأهلي عمار حمدي بعد عودته من الإصابة بالإضافة لمجموعة من لعيب النادي الأهلي فريق سبعة وتسعين وفريق الشباب أحمد حاتم ومحمد عبد المنعم ومحمد مصير وعرب بدر ولفتوا الانتباه النهاردة في أداءهم الجيد مع فريق النادي الأهلي ده كان الأمر الخاص دي المران الأمر الخاص دي المصابين النهاردة عام الرامي ربيعة أدى تدريب لمدة خمسة واربعين ديئة في الملعب برقة مستر مايكل لينديمان ووفقا للبرنامج التأهيل الموضوع لأرامي أصبقوا فترة في مرحلة الجيم ثم الخمسة واربعين ديئة اللي أداهم في ملعب النادي الأهلي بالنسبة لعمر السلية والمصابين ووليد سليمان النهاردة أدوا فقرة وأي جونيور عجيه أدوا فقرة تدريبية وفقرة تدريبية خاصة بيهم في الجيم النادي الأهلي لكن النهاردة الكابتن محمد يوسف صرح لنا أن إن شاء الله في داء من الغد وليد سليمان عينتظم وينضم إلى معصبر النادي الأهلي طيب عندك فكرة عن برنامج الفريق لحد صفر الغينية؟ برنامج الفريق للصفر الغينية هي تبع تدريبات يومية لحد إن شاء الله هذا الصفر اللي تم تحديده طبقا يعني زي ما سمعنا هيبقى يوم الثلاثاء القادم اللي التدريبات تبدأ بصورة يومية مستمرة زي ما قلنا المستر باتريس كارترون وجهازه الفني وواضح أنهما مذاكرين قوي فريق حرية كوناكري وتفرجوا على أفض من اللقاء لفريق حرية كوناكري بعض الأمور الفنية طبعا نستباتريس كارترون اللي اشتغل عليها النهاردة في أرض الملعب فيه أيضا الأمور الفنية والنفسية اللي بيوجدها فعلا نستباتريس كارترون في التعامل من النحة النفسية وتأهيل لعاب النادي الأهلي لهذا اللقاء لكلنا كجماهير النادي الأهلي اتمنى طبعا النادي الأهلي يرجع مكلل بانتصار مش هنقول النتيجة جبية أو تعادل جبلة إن شاء الله النادي الأهلي يرجع بالفوز إن شاء الله الشيء أيضا المهم واللفت للنظرة هو الاتفاع الروح المعنوية عند لعب النادي الأهلي وحالة التفاول بين اللعبين وبين الجهاز الفني من أجل إن شاء الله يعني سعاد جمهير النادي الأهلي والنادي الأهلي يرجع بانتصار علشان يرجع مرة أخرى النادي الأهلي لمنصات التطوية شكرا لك فاروق على محمد فاروق مرسلنا في قناة نادي الأهلي طيب فاصل وسير يا جماعة ونرجع تاني نكمل بقية فقراتنا في كلام في الميديا خليكم ترعايا